علي الصاوي نجم منتخب مصر القراطية خليكوا فاكرين الاسم ده كويس احنا دايما بنحط الدوء زي ما حطينا قبل كده على محمد صفوت وطمير الشريف وحطينا على ابطال كتيرة جدا وابطال علعاب القوة اللي في نادي الاهلي علي الصاوي لعب وانتخبنا الوطن الاول القراطية والمصنف التاني عالمية في وزن تحت 67 كيلو بيستعد بقوة عشان يشارك في البطولات العالمية اللي جاية علي من المرشحين للصعود الأمبيات الجاية بقوة جدا لأ ومش بس كده ده مرشح كمان ياخد مديليا أولومبية خليكوا فاكرين ايه اسم ده طبعا حضراتكم عارفين ان القراطية بقت لعبة أولومبية في الأولومبيات اللي جاية وعندنا بطلة مصر ونجمة النادي لأهلي الدكتورة جانا فاروق واللي ضمنت الصعود للأولبيات كأول مصرية وعربية وافريقية تصعد للأولبيات في التاريخ خلينا أقولكم ان احنا عندنا ابطال في القراطية بقالهم سنين طويلة يعني من يمكن مصنفين الترتيب الثاني الثالث الأول في القراطية والحقيقة دخولنا لأولومبيات أو دخول القراطية اللي بتبقى دورة أولومبية الحقيقة ده ممكن يدينا في الدورة أولومبية ممكن يدينا أدفانتج نحن ناخد مديليا أو اتنين وعلي الصاوي وجانا فاروق على رأس اللاعبين دول اللي هم يعني مرشح ومرشحين وبقوة يحصلوا على مديليا في الأولومبيات كل التوفيق لعلي الصاوي إن شاء الله موسيقى